الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 المرجع المرجعي لاكتشاف التسرب في نظام الانبعاث الفوهة التدفق العالي ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام DTC ينطبق عادة على مركبات OBD2 التي تحتوي على نظام AVAP الذي يستخدم نظام الكشف عن التسرب قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من سيارات تويوتا وسليل وجنرال موتورز وشفرولي وهونداي وبونتياك وفولفو وما إلى ذلك على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتمادا على السنة والطراز وتكوين مجموعة نقل الحركة اكتشف PCM وجود تباين في فتحة مرجع الكشف عن التسرب في نظام الانبعاثات التبخرية AVAP عند تخزين الرمز P043F في سيارتك OBD2 في هذه الحالة تم توضيح حالة تدفق عالية تم تصميم نظام AVAP لالتقاط أبخرة الوقود من خزان الوقود قبل أن تهرب إلى الغلاف الجوي يستخدم نظام AVAP خازانا هوسا يسمى عادة علبة لتخزين الأبخرة الزائدة حتى يتم تشغيل المحرك في الظروف المناسبة لحرقها بشكل أكثر فعالية يعمل الضغط الذي يتم تطويره عند تخزين الوقود كوقود دافع مما يتسبب في تنفيس الأبخرة عبر الأنابيب وفي النهاية إلى العلبة عنصر فحم موجود في العلبة يمتص أبخرة الوقود ويحتفظ بها للإطلاق في الوقت المناسب فتحات عينات متنوعة ومضخة للكشف عن التسرب وعلبة فحم ومستشعر ضغط AVAP وصمام تطهير الملف اللولبي وصمام التحكم في التهوية الملف اللولبي ونظام معقد من الأنابيب المعدنية والخراطيم المطاطية تمتد من خزان الوقود إلى المحرك المقصورة هي مكونات نموذجية لنظام AVAP يستخدم نظام AVAP فراغ المحرك لرسم أبخرة الوقود من أسطوانة الفحم وعبر الخطوط إلى مشعب السحب حيث يمكن حرقها بيدلا من تنفيسها في الغلاف الجوي يتحكم PCM Electronin في صمام التحكم في اللولبي الملف اللولبي الذي يمثل بوابة نظام AVAP وهي مسؤولة عن تنظيم فراغ السحب لعلبة AVAP بحيث يمكن سحب أبخرة الوقود إلى المحرك فقط عندما تكون الظروف مثالية لحرق أبخرة ضغط الوقود بشكل أكثر فعالية تستخدم بعض أنظمة AVAP مضخة كشف التسرب الإلكترونية لزيادة الضغط داخل النظام بحيث يمكن اختبار النظام ابحثا عن التسربات أردفق يمكن وضع الفتحات المرجعية لاكتشاف التسرب في نقطة واحدة أو في نقاط متعددة في جميع أنحاء نظام AVAP عادة ما تكون الفوهات المرجعية للكشف عن التسرب من النوع المتضمن في الخط بحيث يمكن قياس درجة دقيقة من التدفق مع تنشيط مضخة الكشف عن التسرب يستخدم PCM إشارات الإدخال من مستشعرات الضغط والتدفق AVAP بالاقتران مع الفتحة الفتحات المرجعية للكشف عن التسرب لتحديد ما إذا كان نظام الكشف عن التسرب يعمل بشكل صحيح قد تكون الفوهة المرجعية للكشف عن تسرب AVAP عبارة عن جهاز صغير من نوع المرشح أو ببساطة منطقة من خط AVAP الذي يقيد التدفق من أجل الحصول على مستشعر ضغط تدفق AVAP للحصول على عينة دقيقة إذا اكتشف PCM حالة تدفق عالية من خلال الفتحة المرجعية لكشف تسرب AVAP فسيتم تخزين رمز P043F وقد يضيء مصباح مؤشر عطل ما مدى خطورة هذا DTC تتعامل أكواد كشف التسرب AVAP مثل P043F حصريا مع نظام التحكم في الانبعاثات التبخرية ولا يجب تصنيفها على أنها شديدة ما هي بعض إعراض الكودي قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P043F من المحتمل أن لا تظهر أي أعراض صوت هسهسة أو صوت طنين حتى عند إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال تقليل كفاءة الوقود بشكل طفيف قد يتم تخزين رموز كشف تسرب AVAP الأخرى ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز المحرك P043F ما يلي مستشعر ضغط AVAP المعيب التحكم في التهوية المعيبة أو الملف اللولبي للتحكم في التطهير مضخة كشف التسرب السيئة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P043F سيثبت وجود ماسح تشخيصي وفولت أو متر رقمي DVOM ومصدر معلومات مركبة موثوق به لتشخيص الرمز P043F استخدم مصدر معلومات سيارتك للتحقق من نشارات الخدمة الفنية TSB التي تطابق الأعراض والرموز المعروضة في السيارة الجاري تشخيصها إذا تمكنت من العثور على TSB المناسب فمن المحتمل أن يوجهك إلى المصدر الدقيق للخلل دون أن يكلفك الكثير من الوقت والمتاعب في حالة وجود رموز نظام AVAP أخرى قم بتشخيصها وإصلاحها قبل محاولة تشخيص P043F يمكن أن يكون P043F كرد فعل للظروف التي تسببت في رموز AVAP أخرى قبل تشحيم يديك قم بتوصيل الماسح الضوئي بمنفذ تشخيص السيارة وإسترداد جميع الرموز المخزنة وتجميد بيانات الإطار أرغب في كتابة هذه المعلومات لأنها قد تكون مفيدة عندما يتكشف تشخيصي بعد القيام بذلك أمسح الرموز واختبر السيارة لمعرفة ما إذا كان الرمز قد أعيد تعيينه من الناحية المثالية ترغب في اختبار قيادة السيارة حتى يحدث أحد أمرين يدخل PCM في وضع الاستعداد أو تتم إعادة تعيين الرمز إذا دخل PCM في وضع الاستعداد فستكون لديك مشكلة متقطعة أو قمت بإصلاحها عن غير قصد وليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به حيال ذلك الآن إذا عادت لاحقا فقد تكون حالة الفشل قد ساءت ويمكنك إجراء جولة أخرى فيها إذا تم إعادة تعيين P043F فأنت تعلم أن لديك خال قويا سريعا وحان الوقت للبحث عنه والعثور عليه ابدأ بفحص بصري لأي أسلاك ووصولات ذات صلة بنظام AVAP والتي يمكنك الوصول إليها في غضون فترة زمنية معقولة من الواضح أنك لن تزيل أي مكونات رئيسية لإلقاء نظرة ولكن ركز جهودك على المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة والمناطق التي قد تتداخل فيها الأسلاك والموصلات وخطوط التفريغ وخراطيم البخار مع المكونات المتحركة يتم إصلاح الكثير من السيارات خلال هذه المرحلة من عملية التشخيص لذا ركز وبذل القليل من الجهد في ذلك قم بتوصيل الماسح الضوئي بمنفذ تشخيص السيارة ولاحظ تدفق البيانات يجب أن تتوافق بيانات التدفق والضغط AVAP مع مواصفات الشركة المصنعة عند تنشيط النظام في معظم الحالات قد يكون تنشيط نظام AVAP الملف اللولبي للتحكم في التطهير أو مضخة الكشف عن التسرب ممكن باستخدام الماسح الضوئي يجب إجراء بعض اختبارات مستشعر AVAP مع تنشيط النظام استخدم DVOM لاختبار أجهزة استشعار AVAP والملفات اللولبية لمقارنتها بمواصفات الشركة المصنعة يجب استبدال أي مكونات ذات صلة لا تتوافق مع المواصفات إذا كان ذلك ممكناً يمكنك الوصول إلى فتحة مرجع الكشف عن تسرب AVAP للتحقق من تلوث الفحم إذا تم العثور على تلوث فحم أشتبها في أن علبة AVAP قد تم اختراقها قبل اختبار دوائر النظام باستخدام DVOM افصل أي وحدات تحكم ذات صلة لمنع التلف اختبار لمستويات المقاومة والاستمرارية المناسبة بين مكونات AVAP الفردية وPCM باستخدام DVOM يجب إصلاح أو استبدال الدوائر التي لا تتماشى مع المواصفات لن يتسبب غيطاء الوقود السائب أو الفاشل في تخزين الرمز P043F هذا الرمز ينطبق فقط على أنظمة AVAP للمركبة التي تستخدم نظام الكشف عن التسرب ترجمة نانسي قنقر